نوح عليه السلام في دعوته لم ينس جانب الدنيا لأن القوم حس قضية الدنيا في حسهم ثقيلة و متأصلة ولا بد من مراعاتها فوعدهم أنهم إذا استجابوا لدعوته و عمدوا الله وحده وتابوا إليه واستغفروا فإن الله سيسبغ عليهم نعمه في الدنيا و يسر لهم ما يحبونهم من منافعها و يكثر لهم الرزق و يسقيهم بركات من السماء و يمددهم بأموال متنوعة و يجعل لهم بنين و ليس فقط بنات و يجعل لهم بساتين مثمرة و أنهار جارية و حذرهم من مغبة العناد و الإصرار أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم يعني غرق بالطوفان و قال لهم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم عذاب يوم القيامة خوفهم بشيء في الدنيا و بشيء في الآخرة و اغتنم كل فرصة لدعوتهم كل الصياغ كل الأساليب هذا التنوع مهم جدا في برنامج الداعية أنواع الدعوة التي تنوعت زمنا في الليل و النهار و في الصوت سرا و جهرا و بالأسلوب ترغيب و ترهيب و لكن ما كان هناك فائدة مع هؤلاء القوم و الذي تولى كبرى رفض الدعوة و الرد على نوح هم السادة الكبرى قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين من هم الملأ؟ الأشراف السادة الكبرى أصحاب الوجاهة أصحاب الرئاسة قال يا قومي ليس بي ضلالة و لكني رسول من رب العالمين أنا لست كما تزعمون ضال أنا على الهدى و الأنبياء في فصاحة و نصح و لما قالوا له ما نارك إلا بشرا مثلنا و ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا باديا رأي على طول كذا من أول ما كلمتهم استجابوا تبعوك ما فكروا سطحيون و ما نرى لكم علينا من فضل يعني لا أنتم أغنى منا ولا أنتم أوجه منا بل نظنكم كاذبين تعجبوا أن يكون البشر و أن يكون الرسول بشرا و هرقل قال عن الضعفاء و الفقراء وهم أتباع الرسل لماذا يكون أكثر أتباع الرسل و أتباع الحق من الضعفاء و الفقراء لأن الموانع عندهم لقبول الحق ليست مثل الكبراء و الأغنية ثم إن قوم نوح عمدوا إلى مؤامرة خبيثة لتجريده من أتباعه إذا أردت أن نطيعك تطرد هؤلاء فنحن ما يمكن نتحمل أن نجلس معك في مجلس فيه الفقراء و الضعفاء ما نرى لكم علينا من فضل طيب أترد هؤلاء نوح عليه السلام دعاهم بالحكمة و الموضة الحسنة و أرأيتم إن كنت على بينة من ربي و آتاني رحمة من عنده يعني نبوة و رسالة فعميت عليكم ما فهمتموها ولا اهتديتم إليها أن نرزمكموها يعني بالقوة و نجبركم عليها و أنتم لها كارهون و يا قوم لا أسألكم عليه ما لن أجرها إلا على الله مهم جدا أن يبين الداعية للمدعوين أنه لا يريد أموالهم و أن ذه لم تنتد إلى جيوبهم و أنه لا يريد من حساباتهم شيئا إنه يريد وجه الله لا أسألكم عليه ما لا أما إذا أعطوتينا فلوس نلقي لكم كلمات و إذا أعطيتونا فلوس نخطب بكم و إذا أعطيتونا فلوس علمناكم و إذا أعطيتونا فلوس أفتيناكم و إذا ما أعطيتونا فلوس ما فيه لا فتوى و لا تعليم و لا نصيحة و لا دعوة إذن صارت القضية قضية مقايضة صارت قضية دنيوية ولذلك كان الرسل في غاية الوضوح في هذه المسألة وَيَا قَوْمِي لَا أَسْأَلُكُمْ عَلِهِ مَالًا يعني ما سألتكم من أجر فأولكم خذوا أنا أبلغكم فقط أما طلب طرد الفقراء من حوله ما استجاب نوح لهذا الطلب أبدا وما قال يعني حتى المصلحة تقتضي إذا نبعد الفقراء حتى يأتي هؤلاء الكبراء لربما يتأثرون ربما يهديهم الله قوموا يا أيها لا قال ما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون بقضية إبعاد الفقراء وإبعاد هؤلاء المساكين لا ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون لو شكوني إلى الله أنا أهلك وبين لهم أن الفضل عند الله بالتقوى والإيمان لا بكثرة المال ولا بفاخر الثياب ولا بالعقار والأملاك ولكن يتفاضلون بالإيمان ولما سأل كفار قريش النبي عليه الصلاة والسلام أن يطرد عنه ضعفاء المؤمنين يعني هذه القضية الامتحان هذا الذي تعرض له الداعية في قضية أن يعني يقيم من يوجد في مجلسه من هؤلاء لكي يكون المجلس مناسبا لي الكبراء وأصحاب الوجاهات والأموال الذين لا يتنازلون بالجلوس بجانب هؤلاء النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما ما طرد عمار صهيب بلال خباب ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم يعني من أتباعي لفقرهم لن يؤتيهم الله خيرا ليه يؤتيهم إذا شاء الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين فلا يمكن أشهد بأنهم لا خير لهم عند الله بل إن الله سيجازيهم على أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر وحجة عدم اتباع هؤلاء الصناديد وهؤلاء الطغال نوح عليه السلام هي قضية من حوله أنؤمن لك واتبعك الأرذلون ما دام معك فلان فلان الصعاليك والفقراء كيف سنؤمن لك إذا كان هؤلاء أصحابك كيف سنؤمن بك كيف سنتبعك قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين نلاحظ قضية استعمال الرسل للمناظرة والمجادلة بالتي أحسن وتفنيد الشبهات والرد على الادعاءات وتوضيح الحق والدمغ الحجج الباطلة ولذلك يعني لما أفلس القوم من الحجج ماذا قالوا ما عاد إلا استعمال القوة لأن الحجة بطلت قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين إما أن تنتهي عن سبالهتنا وعيب ديننا وإلا سنرجمك من الحجارة ونقتلك شكرا للمشاهدة للمشاهدة شكرا للمشاهدة